هي دي الأكل لو بدخلت أي بيت مصري يوم الجمعة بالذات هتلاقي عملها أيوة يا جماعة هو السمك اللي احنا بنموت فيه وبنستنا من الجمعة للجمعة بالمناسبة احنا عندنا بنأكل السمك مرتين في الأسبوع وانا من الناس اللي بتعشق حاجة اسمها سمك واحنا بقى الفلاحين لما بنعمل السمك بنعمله السمك على أصوله أيوة ما احنا متعلمين من مين؟ من أمهاتنا وامهاتنا واغدينهم من أمهاتهم ويبصوا جيل بيوارس جيل تعالوا مؤلوكم على طريقتنا في الفلاحين الطريقة اللي بتخلي طعم السمك غير أي سمك بتكليف أي حتة تانية تعالوا بقى ما أقولوكم طريقتي بالذات في شوي البوري أنا بشويه في البيت عندي عندي فرن كده محندق هوريكم هتشوفين دي الوقت وإحنا بنعمل قدام الفرن وهقولوكم لو أنت عايزين تعملوه في البيت تعملوه زي تعالوا بقى ما أقولوك على دقة السمك بتجيب حباية طماطم وعلى نصف جزرية كده وقارنين شتيطة وقارنفلفل كان متباقي عندي صغير بصراحة كان هو اللي في التلاجة وحطيت عليه لمونتين وكمان رصين طم بقى صغيرين أصغر طم عندي طم يا جماعة اللي بقى مش عارفين تقشروه أحطيه عندك لسمك ما بقى أشارهوش على فكرة أنا بغسره كواس جدا وبحطه كده زي ما انتوا شايفينه وعليها معلقة ونصف كبيرة من الملح وكوب بيتين من المياه بس كده لا هزود ملح ولا هزود مياه أنا حاب الحاجة تكون مصبوطة وبالذات نصيحة مني لكم بالذات السمك في الصيف ما تخليش ملح يكون زيادة عشان ما تشربش مياه كتير وبصراحة تكره أني انت تأكلي في الصيف فنصيحة ما تكترش ملح وحطيت نص معلقة هنا من الكمون وثلاث معلقة كبار من الخلب وبقلبهم كواس جدا مع بعض ولو حابة تحط معلقتين زيت حطي برضو ولو حابة أني انت تحطي شوية كزبرة كده وبتتفرن معاهم زبرة خضرة عدين تأتي كده برضو هتدي طعم حلو المتوفر عندي أنا حطيته تمام جبت بقى هنا بصد بقى لو أنت هتشوي في البيت في الفرن بتاعك زي ما أنت شايفاني في الصينية كده هتحط عليها ردة وهتبدأ يتغلي في كل السمك بالطريقة أنت شايفها دي وطبعا هترسي في الصينية وادخلي الفرن بس أهم حاجة تنفضي الردة كويس جدا أيوان كده بس نشيل شوية من الردة طبعا أنا مش هحط في الصينية ولو حابة عمي عليه شوية تعيش بلدي بشغله تمام بدخله وولع من تحت ومن فوق وأول ما بياخد اللون ده طلعه على طول طبعا بقى لو أنت حطه في الصينية وبتشويه في الفرن بتاع البيت هتولعي الشواية بس تحطيه تحت الشواية مباشرة هو هتولعي الفرن بس أنا عشان عاملة في الفرن البلدي بولع من تحت ومن فوق عادي يعني عشان كله يساعد بعضه وتستويه بسرعة لأن طبعا إحنا عندنا يوم الجمعة بتعودين إن الرجالة تطلع من صلاة الجمعة ييجوا على الغداء على طول فأنا بصوا كنت بجري بجري كده على السريع قبل مجوزي وولادي ييجوا من الصلاة تمام يعني هو تعود بقى وعادة عندنا في الفلاحين يلا قولي لي برضو أنتوا بتاكلوا السمك عندكم كم مرة في الأسبوع وهل أنتوا برضو يوم الجمعة بتاكلوا زينا كده ولا أنتوا عندكم العيين مختلفين أنا هنا بقى سبتوا لحد من صف الماء اللي فيه خالص وبرد معي شوية وبقدمه هنا على العيش وشوية جزر مبشورين العيش ده يا جماعة عشان ما تقولوش ليه حرام والنعمة بتطلع عليها العيش ده بصوا أنا برميه برميه عندي للفراخ اللي عندي شايفين ما شاء الله الزبدة حاجة كده زي العسل بما أني بقى أنا بحب سمك بحب أكله بالعيش البلدي بصوا حاجة كده زي العسل طاري وجميل والدقة بتاعت دي يا جماعة عزيكم كلكم تجربوه الدقة دي وما تكتريش ملح زي ما قلت لك في الصيف عشان ما تشربوهش مياه وفي آخر الفيديو بذكركم ما تنسوش تصالوا على الحبيبكم المصطفى اللي يشفع فينا يوم الدين لأن الصلاة على الحبيب المصطفى في يومك بيخفف عنك كل هموم وتلاقي يومك متيسر معاك لحد ما تيجي تنامي باللي جربو كده وبجده هتدعو لي ويا ريت ما تنسوش بلايك حلو على الفيديو زيكم اشتركوا في القناة